بعد تكرار المكرر الذي صنع في بيوت العراقيين يأسا من العملية الانتخابية يظهر الجديد في رسم الخريطة الديمقراطية قولا وفعلا هذه المرة ولأول مرة يعلنها رئيس حكومة عراقية بتشكيل لجان من مختلف المفاصل العسكرية للإشراف على أمن العملية الانتخابية ومنع الأحزاب من التسلح وممارسة أي سلوك عسكري حتى يوم الاقتراع ومع التجهيز لرصد حملات التخوين والتهديد تسير المفوضية في طريق مساون في صناعات الجديد الذي يقرب المسافة من نتائج ديمقراطية مقنعة مع الشارع العراقي بعد لقاء مهم جدا جمع دول كبرى مثل السويد وفنلندا والنرويج التقى خلاله رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع صفراء هذه الدول معرجين على الخطوات العملية في التحضير لأهم عملية مقبلة ما يمهد الطريق لقدوم مراقبين دوليين تعكس عملية إيجابية تبث رسائل صادق للعراقيين لبناء الثقة التي هدمت في تجارب انتخابية سابقة حراك أمني في المحيط المحلي يقوده الكاظم وفريقه الوزري يعملون جنبا إلى جنب مع جهود المفوضية في غسل ما رسخ في ذاكرة الشعب سابقا من محاولات تزوير وركوب موج ونفوذ يدخل صناديق الاقتراع كل هذا يرى في العدسة المكبرة لكي تكون المراقبة بإشراك أعضاء من وكالتي شؤون الشرطة والاستخبارات إضافة إلى جهاز مكافحة الإرهاب في التحضير لعملية الانتخاب حزم واضح المعالم في توجه الكاظمي لأن يكون الصندوق الاقتراع نقيا لا يدخله غير صوت العراقيين واختيارهم الديمقراطية الذي يمثلهم في مجلس مقبل يغير وجه المدن الخراب إلى عراق تكتمل فيه السيادة والريادة والازدهار